تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي قلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي قلق سبع سماوات انتباقا ما ترى في قلق الرحمن من تفاهت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتذنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها قوج سالهم خزنتها ألم يتكوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يكشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإلا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطين فوقهم صافاته ويقبر ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ورور أمن هذا الذي يرزقكم من نمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا سويا على صغاط مستقيم قل هو الذي ينشاكم فاجعل لكم السماء والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم إن ذا الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذي لكفر وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من هذا بالأليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم وورا فمن يأتيكم بماء معين